التنازل هو الحل الشعار الاممي الجديد فلم يعد سلام وفق الروية الاممية حلا وهي الروية التي تنص على عودة الشرعية لبص سيادتها على مؤسسات الدولة كما هو قرار مجلس الامن 2216 فبعد جولاته الجديدة بين مسقط وعمان والرياض اكد ولد شيخ في بيان صحفي ان الحال في اليمن لا يمكن ان يبقى على ما هو عليه لكن تغيير ذلك الحال في تقدير المبعوث الاممي يبدأ من تقديم التنازلات والتي وحدها كما قال في بيانه الصحفي تضمن تجنيب الشعب مزيدا من الحرب والدمار وفق مراقبين لم يستطع ولد الشيخ طلب تقديم التنازلات من ميليشيا الانقلاب بل من الشرعية والتحالف بعد ان فشلت شهور من جهوده الدبلوماسية في اقناع سلطة الانقلاب بتسليم ميناء الحديدة فتح مطار صنعاء كان هو الشرط الموضوعي المقابل والتالي لتسليم ميناء الحديدة في خطة ولد الشيخ الاخيرة لكنه لم يعد كذلك في التوجهات الاممية الجديدة التي تنشط لإقناع التحالف والشرعية بفتح المطار من اجل اغراض انسانية الجهود الاممية المدعومة بضغوطات دولية اثمرت باستجابة مشروطة من قبل التحالف العربي والذي ابدى استعداده لفتح مطار صنعاء شرط الاشراف الامني عليه من قبل الامم المتحدة لم يحدث شيء جديد في الخطة الاممية سوى تغيير نافذتها من الحديدة الى صنعاء لكن المبرر المعلن وهو الحد من المعاناة الانسانية لا يبدو مقنعا لكثير من اليمنيين حيث لا تجد تعز المدينة المحاصرة منذ اكثر من عامين جهودا اممية وضغوطا دولية لفك الحصار عنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة